لا إله إلا الله بدابها رد وجواب والمدايح في إله البشر نبدابها لا إله إلا الله ما ضمولها علم الكتاب كلمة التوحيد يا حظ من يحضابها ألقت السلطات السعودية القبضة على سودانية دخلت المملكة العربية السعودية بجواز نيجيري مزور وظلت في المدينة المنورة أكثر من المدة التي يسمح لها بالإقامة وبعد أن رفع أمرها إلى القاضي في المدينة المنورة كما يقول ذلك الخبر وإذا به يتفاجأ باعتراف منها أنها ليست نيجيرية وليست سودانية عادية بل هي حفيدة رجل كان قد طنت بذكره البلدان وضجت منه البلدان إنه علي دينار سلطان دارفور رحمه الله تعالى فبهت هذا القاضي العاقل وتوقف في أمرها ورفع أمرها إلى الديوان الملكي كما يقول الخبر ولما وصل الأمر إلى الملك عبد الله رحمه الله تعالى أمر بأن تقام في المدينة المنورة أو أن تقيم في المدينة المنورة معززة مكرمة دون المساسبها وفي الوقت نفسه نرى خبرا منتشرا في الصحف مع صورة لتلك المرأة التي اسمها سعاد امرأة سودانية قد تجاوز عمرها أكثر من سبعين سنة تبيع الشاية في الخرطوم وإذا بهذه المرأة سعاد هي حفيدة علي دينار لن أطيل في ذكر عري دينار عري دينار يا سادة كان السلطان دارفور التي كانت تلقب تلك السلطنة بدفتي المصحف لكثرة من يحفظ القرآن فيها وكان قد أمر بحفر آبار من دارفور إلى البحر الأحمر فسميت بآبار علي حتى ظن بعض الناس أن أبيار علي التي في المدينة المنورة هي لسلطان عري دينار والصحيح أنها ليست كذلك بل تلك آبار قديمة تحمل هذا الاسم أبيار علي منذ العهد العباسي على ما حكاه ابن حجر وابن تيمية رحمهم الله تعالى علي دينار يا سادة أراد الإنجليزيو أن يضع أيديهم بيده لكنه رفض وظل يقاتلهم حتى قتل رحمه الله في حدود سنة 1914 شهيدا وكان كثير الزواج فتقطعت أسره في نواحي متفرقة منها خبر نقل قبل بضعة أيام ونحن في سنة 2024 لأسرة تسكن غزة أسرة فلسطينية هي من أحفاد علي دينار وأنا أقرأ في هذا الخبر وأتمعنه تذكرت كيف تقلبت الدنيا بأهلها وصار الغني فقيرا والفقير غنيا وكما يقول الشاعر الشعب يقول الراعي اللي كان يرعى غنمنا أصبح علينا من كبار المعازيب نصبر على جور الزمن وافتهمنا أن الأحصين لا شبعقان ناذيب أو الشاعر الآخر العريفي الذي يبين أن هذه الدنيا لا يمكن أن يستعملها إنسان فيقول لا تفرح إن الوقت أسعدك وأعطاك لابد من سود الليالي تبكيك دنيا تقلب أن لها ما تولاك تمسي عزيز وتصبح من الصعاريك أو الشاعر أبو البقاء الرندي الذي صور تلك الملحمة التي جرت في الأندلس وسقط عرب الإسلام فيها فيقول لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه يقول النمر بن تولب فيوم لنا ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر المعركة الشهيرة التي جرت بين العربي والفرس في الجاهلية معركة الذقار كانت بسبب امرأة يقال لها هند بنت النعمان بن منذر التي أراد كسرى أن يتزوجع فرفض والدها النعمان بن منذر وقتل والدها في سجن كسرى وتشتت أسرته من بعده وكان من جملتها هذه المرأة الجميلة الفصيحة الشاعرة هند بنت النعمان التي صورت المأساة التي حلت بها بعد تفرق الملك عنها فتقول ما كنت أحسب والحوادث جمة أني أموت ولم يعدني العود حتى رأيت على أرومة مولدي ملكا يزول وشمله يتبدد دخل المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه العراق فجاءت هذه المرأة تحكي أمرها وهو لا يعرفها فقالت له فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها تقلبوا تارات بنا وتصرفوا فلما سألها عن أمرها وإذا بها فأكرمها إكراما عظيما فقالت بعد أن خرجت وسألوها ماذا صنع لك سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين قالت أقام لي ذمتي وأكرم وجي إنما يكرم الكريم الكريم هذه الدنيا يا سادة هذه حقيقتها تجد الرجل في يوم من الأيام من الأغنياء ويصبح فقيرا صعلوكا أو رجل صعلوك ويصبح غنيا وهذا يدل على أن الدنيا ليس لها قدر عند الله ولو تتبعتم أخبار أحفاد الملوك والسلاطين الذين حكموا الدنيا كيف أنهم لا وزن لهم اليوم من عامة الناس في حين أنه كانت تضرب الطبول وتقرع بين أيدي آبائهم وأجدادهم لكن أين آباؤهم أين أجدادهم باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا من بعد عز من معاقلهم وأودعوا خفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صالخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا وجد بعض العاملين في قصر الشيخ عبدالله السالم الصباح حاكم الكويت السابق رحمه الله طباخا تركيا وإذا بهذا الطباخ من أحفاد العثمانيين السلاطين الذين حكموا الدولة العثمانية ما يقرؤ من ستة قرون فقال الشيخ عبدالله السالم جيبوه لي وإذا بهذا التركي يفر لأنه كشف أمره أحد أحفاد السلاطين العثمانيين يحترف مهنة الملاكمة لأنه لا يجد رزقا فيموت بالضربة القاضية بنت السلطان عبد المجيد الثاني آخر سلاطين الدولة العثمانية لم تستطع أن تدفن والدها في مدفن آبائه وأجداده في اسطنبول فدفن في نيس في فرنسا ثم بعد ثلاث سنوات كلمت الملك السعود رحمه الله تعالى برسالة منها إليه فأمر الملك السعود بأن يأخذ رفاته من فرنسا ويدفن في البقية وحدث عن أمثال أولئك ممن يصعب حصرهم هنا لكن تذكروا يا إخواني أن هذه الدنيا بما فيها بما فيها من فتنة انصرفت إليها قلوب الرجال وعقولهم سماها الله عز وجل متاع قليل وقال الله عز وجل أيضا وللآخرة خير وأبقى نسأل الله أن يلطف بنا على كل حال وأن يبلغنا من الأمن والقناعة والرضا منتهى الآمان نراكم على خير ألا إله إلا الله أبدابها رد وجواب والمدايح في إله البشر نبدابها ألا إله إلا الله ما ضمولها علم الكتاب كلمة التوحيد يا حظ من يحضابها قل لا إله إلا الله